شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة السياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار دوليين وخلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الروسي سرجال أبراهوفا أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات من جانبها أطلع وزير الخارجية الروسي رئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول كذلك علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء وأيضا قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات